تحية لكم زملائي بقناة شروق نيوز وتحية للمشاهدين الكرام أنقلوا لكم هذه الصورة مباشرة من صعيد عرفات المبارك حيث بدأ معظم الحجاج يتوافدون هذه الليلة على صعيد عرفات انتظارا إلى استقبال عرفات في يوم الغد إن شاء الله الصورة التي هي من خلفي هي لمسجد نميرا هذا المسجد كما يعرف عند الجميع ستلقى فيه خطبة عرفات غدا إن شاء الله وأيضا سيصلي فيه جمعة المسلمين وحجيج بيت الله سبحانه وتعالى الظهرة والعصرة جمعا وقصرا كما تشاهدون أيضا معي في الصورة هنا مشاهدي الكرام معظم الحجاج بدأوا في التوافد على صعيد عرفات من مختلف الجنسيات العالمية أيضا مشاهدي الكرام ربما أنوه لنقطة أن الحجاج الجزائريين نتكلم على الحجاج الجزائريين نسبة 80% وما يفوق 80% وصلوا إلى مخيمات عرفات لأنه الدبان الوطني للحج والعمرة يفضل دائما أن يوجه الحجاج إلى صعيد عرفات يوم التروية تجنبا للمشقة خاصة مع الأعداد الكبيرة لحجيج بيت الله هذا العام ورجوع النسبة الكاملة لضيوف الرحمن هذا العام لكن في حجيج كما نقلنا الصورة صباحا فضلوا أن يتوجهوا في يوم التروية إلى صعيد ميناء اقتداءا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والغد يكتمل جميع الحجاج في صعيد عرفات ليقفوا هنا في هذا الصعيد الطاهر الشريف لأن الحج عرفة الأجواء الإيمانية كبيرة جدا رغم حرارة الجو التي فاقت 40 درجة مئوية كما تشاهدون أيضا معي في الصورة السلطات السعودية وفرت في الطرق مراوح ومياه باردة من أجل ترطيب الجو من ما يسهل على الحجاج التنقل في المشاعر المقدسة الأكيد أننا سنتوجه إلى الخيمة الجزائرية وننقل لكم صورة الحجاج الجزائريين في الخيم وسنكون متواجدون إن شاء الله غدا في يوم عرفات لنقف معكم وننقل لكم الصورة من صعيد عرفات شكرا لكم زملائي الكرام وشكرا للمشاهدين الكرام